على إثر الحوادث الدامية وأزمة السير الخانقة على مفترق أبو تلول بالنقب يطالب الأهالي بوضع شارة ضوئية كحل سريع ومؤقت على المفترق الواقع على شارع رقم 25 هذا المفرق يخدم سكان أهل منطقة أبو تلول وضوعية هذا المفرق خطر على سلامة المواطن وأهل القرية طالبنا من سنوات ماضية على إقامة مفترق بشكل حل مفترق بشكل رسمي على أساسي أمن لنا دخولنا على هذه القرية لا يقصر ذلك على الخطر الذي يواجه أيضا الطلاب الأكاديميين وكبار السن عند الذهاب إلى بير السبع عليهم الوقوف في الاتجاه الثامي حتى انتظار الباص في أبو تلول هي القرية الوحيدة لا يوجد فيها مواصلات لخدمة السكان من أبو تلول إلى السبع ويؤكد المواطنون بأنهم يتوجهون منذ سنوات إلى المؤسسات الرسمية وإلى المجلس الإقليمي واحد الصحراء بهدف حل مشكلة المفترق الذي يشكل خطرا على حياة آلاف المواطنين خاصة من تلاميذ المدارس والطلاب الأكاديميين والعمال الذين يضطرون لعبور الشارع السريع الذي ينقصه ممر للمشاه نحن متواجدون في مدخل قرية أبو تلول وهي قرية معترف بها المدخل يحتوي على عدة مدارس منها مدرسة ثانوية المجلس المحلي مجلس يخدم أربع قرى ابتدائية تروضات أطفال جميعهم يمرون من هذا المدخل فنحن كنا توجهنا أكثر من مرة ونحن نطالب بأن يضعوا لنا على مدخل القرية إشارة ضوئية لتحافظ على سلامة الزائرين والأهل القرية وفيما يهدد سكان القرية بتصعيد احتجاجهم تؤكد شركة شوارع إسرائيل أن مشروع تنظيم مدخل أبو تلول بما في ذلك إلغاء المنعطف الخطير ووضع شارة مرور مدرج ضمن البرامج المصادق عليها بما في ذلك دوار مروري عند مدخل القرية ولكن لسوء الحظ لم يتم رصد ميزانية من وزارة المواصلات لتنفيذه